كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات على مقامي فبين فواتحي سور ارتباط بآيات أتات تمس كالختام كتاب معجز لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة نأتي إلى تكملة معاني البركة التي جعلها الله تعالى في بيته المعظم الحرام البركة كل عاقل كل إنسان على وجه الأرض يطلب الخير ويطلب البركة فيما أعطاه الله جل وعلا وربنا جعل البيت الحرام مباركا فمن يأتيه معظما إيا حاجا ومعتمرا أو أتاه زائرا مصليا الله جل وعلا يجعل له البركة في عمله ويجعل له البركة في دينه ودنياه ولذلك ربنا سبحانه جعل مضاعفة الثواب فيه من البركة التي جعلها فيه من أعظم البركة أن الله سبحانه قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد أي جعل تعظيم الناس للكعبة بالحج وبالعمرة وبتعظيم الكعبة بكسوتها وبطهارتها وما حولها من الشرك ومن الأوساخ المعنوية والحسية جعل إذا كان الناس معظمين للكعبة فالله سبحانه وتعالى يقوم لهم بمصالحهم ولذلك ربنا يقول قياما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي قياما لمصالحهم في دينهم ودنياهم بمعنى أن الكعبة ما دامت معظمة عند الناس يعظمونها حيث أمر الله جل وعلا بتعظيمها بما شرعه من العبادات والطاعات فإن أمور مصالحهم الدينية والدنيوية قائمة ما دام الناس معظمين لبيت الله ولذلك نستفيد أن الكعبة آخر الزمن إذا هدمت لم يعد الناس معظمين لها فحينئذ تقوم الساعة بمعنى أنه لا بقاء للناس بعد هدمها وعدم تعظيمها فلذلك البركة هذه ربما أنها ترفع وهذا فيه إيدان بقيام الساعة وبقرب فناء العالم ولذلك أحباب الكرام المسلم عندما يصلي في البيت الحرام عندما يحج عندما يعتمر يستشعر ما يعطيه الله تعالى من البركة يعني الخيرات والرحمات والفضل في الدنيا وفي الآخرة ومن أجل ذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديث يعني ينفيان شر الدنيا والآخرة الفقر هو شر الدنيا والذنوب هو شر الآخرة فالمتابعة بين الحج والعمرة بمعنى أن الإنسان يحج يعني من وقت إلى آخر وكذلك العمرة بسببهما تنفى عن الحاج والمعتمر الذنوب التي بها شقاء الآخرة والفقر الذي به شقاء الدنيا وهذا يلخص لك ما جعله الله تعالى في هذا البيت من الخيرات والبركات أحبابي الكرام أعظم الخيرات والبركات أن يهديك ربك إلى التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سوى إن الدين عند الله الإسلام ولذلك جاء بعد قوله تعالى مباركا قال وهدى للعالمين أي جعل الله في هذه الكعبة هداية للناس فإذا ما تواردت عليهم أسباب الضلال أو اجتالتهم شياطين الإنس والجن تريد أن تحرفهم عن الصراط المستقيم الله جعل من هذه الكعبة معلما عظيما يهدي الناس إلى أصل ملتهم التي خلقهم الله عليها ومن أجلها وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون الله ما خلقنا إلا لعبادته وهذه الكعبة جعلها الله هداية لنا نتذكر بها التوحيد الذي جاء به إبراهيم وجدده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأثبت دعائمه كما ينبغي وهدى للعالمين ولذلك هذا من آثار دعوة إبراهيم عليه السلام لما قال وهو يابن الكعبة وابنه إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك والإسلام هو الاستسلام الانقياد لله سبحانه وتعالى فيما شرعه الخضوع الإخبات الذلة والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذا هو لب العبادة لب العبودية أن تكون مفتقراً إلى الله سبحانه وتعالى من أجل هذه الهداية العظيمة ونحن نتوجه في الفريضة كل يوم خمس مرات إلى الكعبة أنا كنا من أنحاء الأرض ندعو الله بهذه الدعوة العظيمة في كل ركعة من صلواتنا الفريضة والنافلة اهدنا الصراط المستقيم انظروا وتأملوا كيف جعل الله هذه الكعبة سبباً لهداية العالمين ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وهدى للعالمين أي فيه بصيرة وعظيمة وكم من غير المسلمين لما رأوا عبر شاشات التلفاز رأوا المسلمين منتظمين متحلقين على الكعبة يصلون لله جل وعلا بطريقة منظمة منتظمة في صلواتهم تثير الدهشة والعجب بعض من لم يسلم بعض من كان على غير دين الإسلام لما يرى هذا المشهد العظيم لا يسعه إلا أن يسلم من فوره وهذا واقع وهذا من الهداية كما قال سبحانه وهدى للعالمين ثم قال بعد ذلك فيه آيات بينات ويا لله العجب انظروا إلى جمال وعظمة فصاحة القرآن فيه آيات بينات تأمل قوله مباركاً وهدى للعالمين جاء منصوباً على الحال يعني نصب على الحال أي جعل الله هذا البيت هو أول بيت للناس حال كونه مباركاً وهداية للعالمين ثم قال فيه آيات بينات أي على صيغة الجملة الإسمية لأن البركة فيه والهداية أمران ذاتيان في الكعبة وكونه فيه آيات بينات هذه جملة منفصلة عما تقدمها بمعنى أن الله جعل في الكعبة آيات وعلامات يستدل بها الناس على ما شرعه الله تعالى على ألسنة رسوله قال فيه آيات بينات آيات عظيمة ثم قال بعد ذلك بياناً مقام إبراهيم أي من هذه الآيات البينات الواضحات التي هي دلائل وبراهين على العلم الإلهي وعلى الهداية الربانية التي أرادها الله للناس وعلى الشرائع التي شرعها الله للناس لتصلح علي بسببها أمور دينهم ودنياهم جعل الله علامات ودلائل وبينات يهتدون من خلالها إلى حق الله عليهم منها من أعظمها مقام إبراهيم طبعاً الآيات البينات عظيمة منها ما جعله الله في الكعبة من الحرم أن القلوب تعظمها جعل الله الكعبة معظم في قلوب الناس وأفئدته الناس تهوي إليها محبة وشوقاً وإن شاء الله في الحلقات القادمة نأتي إلى عرض شيء مما يسمح به الوقت من تفاصيل هذه الآيات البينات التي من عمومها مقام إبراهيم نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر